أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا الآن بشار الأسد الذي يسعى الجميع إلى عادته إلى الأحضان العربية كل يوم نتحدث عن هذه الأحداث كل يوم نتناول هذه الأخبار ولكن السعي ما زال مستمرا وبشدة من أكثر من حليف وأكثر من عدو الآن المصالحة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران عموما المصالحة بين إيران وبين العرب ستجعل خطوة عودة بشار الأسد أقرب إلى الجامعة العربية وإلى أحضان العرب على صعيد آخر اجتماع ربعي ما بين روسيا وما بين إيران وتركيا وسوريا أيضا من أجل إعادة بشار الأسد وكأن العالم كله قد تمترس حول عودة بشار الأسد عدى أمريكا التي تفرض عقوبات مثل عقوبات قيصر وخلافيا ولكنها عقوبات بشكل أو بآخر غير فعلة على أرض الواقع فابقى الثلاث أسئلة الأهم التي تخطر في بال كل سوري لماذا بشار الأسد؟ ولماذا الآن؟ ولماذا العودة؟ حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي في الأستوديو دكتور عبدالظاهر وحود الأمين العام للطيار الثوري السوري دكتور عبدالظاهر أهلا بك أهلا بكم وأهلا بستاذ المخاهدين نعم دكتور عبدالظاهر إذا ما تحدثنا عن هذه الأسئلة الأهم لماذا العودة؟ ولماذا بشار؟ ولماذا الآن؟ لماذا عودة في هذا الوقت تحديدا؟ لماذا بشار؟ من الممكن أن يكون غيره؟ من الممكن أن يكون ماهر؟ من الممكن أن يكون هناك انقلاب عسكري؟ من الممكن أن يذهبوا إلى المعارضة ويعودوا بالمعارضة؟ ولماذا الآن؟ لماذا في الوقت الذي ترفض فيه أمريكا؟ في الوقت الذي يكون فيه صراعات؟ لماذا لم يحدث من قبل؟ لماذا العودة؟ ولماذا بشار؟ ولماذا الآن؟ نعم الأول شيء دعنا نتفق أن السياسة لا يوجد لها سوابت كسوابت الثورة يعني دائما الثورة مثال الثورة السورية من ثوابت الثورة هي إسقاط نظام الأسد والطغمة الحاكمة والمنظمة الحاكمة بشكل كامل أما بالنسبة للسياسي لا يوجد ثوابت دائما في متغيرات حسب الوقائع فإذا كانت من مصلحة الدولة التي تريد أن تجري مقاربات أو تقارب سياسي أو تقارب أو مصالحة مع طرف آخر هناك أكيد متغيرات على الساحة السياسية ليتقدموا إلى مقاربات جديدة هلأ بالنسبة لماذا بشار؟ بشار هو دائما يعني كان بالنسبة للأطراف التي تطرح اسمه هو كان يعني موظف أمين أو موظف مخلص لتلك الدول التي تحالفت معه أو قدم لها الغالي والنفيس من مقدرات البلد فمثلا نقول إيران أو روسيا أعطاهم ما يريدون من مقدرات البلد ووقع معهم عقود بيع إلى ما يقارب خمسين سنة لثروات سورية ولماذا الآن؟ قلنا الآن لأن هناك شيء ما تغير على الساحة السياسية ووجب الآن ذلك التقارب ربما لأن إيران والسعودية تحاول أن تتقاربان والصب المدلل لإيران هو بشار الأسر ترجمة نانسي قنقر